السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو راح نتعرف على مسدسات سيكسور بي 320 اللي هو M17 و M18 والمسمى بمسدسات الجيش الامريكي راح نتعرف على بعض الفروقات والقياسات وما إلى ذلك زي ما هو واضح أمامنا هنا اللي هو القياسات عندنا هنا اللي هو نسدس M17 و في اليمين M18 طيب من ناحية العيارات جميعها الاثنين 9 في 19 ملي اللي هو 9 لغر بالنسبة للطول الكلي M17 راح يكون 204.75 ملي M18 راح يكون 184.15 ملي بالنسبة للارتفاع والعرض في جميعها متشابهة الطول راح يكون 141.90 والعرض 39.60 بالنسبة للطول السبطانة لل M17 اللي هو 4.7 إنش 119.38 ملي بالنسبة لل M18 3.90 إنش اللي هو 99.6 ملي بالنسبة طول عمرك بالنسبة لله هذي نتهم هنا اللي هو السايت نفس الطريقة وزن السلاح اللي هو من غير المخزن بالنسبة لل M17 76 76 76 جرام اللي هو 0.76 كيلو جرام بالنسبة لل M18 0.70 كيلو جرام بالنسبة للوزن مع مخزن المخزن 21 طبعا المخزني راح يكون فاضي راح يكون الوزن 0.873 كيلو جرام بالنسبة لل M18 راح يكون 0.81 كيلو جرام مع المخزن 17 طبعا فاضي راح يكون ال M17 0.85 كيلو جرام ال M18 راح يكون 0.79 كيلو جرام بالنسبة للوزن المخزن اللي هو المخزن 17 راح يكون 0.084 بالنسبة للوزن المخزن اللي هو 21 طبعا كلها فارغة من الإطلاقات راح يكون 0.108 كيلو جرام بالنسبة لسحبة الزنات راح تكون من 6 إلى 7 باوند ال M17 وال M18 زي موضع في عندنا اللي هو هنا مسدس ال M18 وهنا مسدس ال M17 طبعا بالنسبة للفريم فهي متشابهة الفريم المقبض لل M18 وال M17 متشابهة جدا الفرق الوحيد اللي هو طول السلايد وطول السبطانة أيضا مخزن M18 يركب على M17 وبالعكس مخزن M17 يركب على M18 ما في أي فرق أيضا من ناحية الرقم التسلسلي اللي يجيك على الجنب الرقم التسلسلي لل M18 راح يبدأ M18 بالنسبة لل 17 الرقم التسلسلي راح يبدأ M17 أيضا من ناحية نابض الإرجاع نابض الإرجاع في M18 يعتبر نابض إرجاع دبل في M17 اللي هو نابض واحد اللي هو ما هو دبل يعني سبريغ في بعض لا عندنا M18 يعتبرونه دبل وهو مشابه المسدسات ال B320 الكري وال X كري بالنسبة لل M18 نابض الإرجاع طبعا عشان طول السبطان وطول السلايد راح يكون مشابه لل B320 الفول سايز يعني النابض الإرجاع لل B320 فول سايز يركب على M18 بالنسبة نابض الإرجاع لل B320 الكري وال X كري وراح يركب على اللي هو M18 بالنسبة لل الأمان نفس الأمان ما في أي اختلافات زي ما ذكرتكم من المقبض نفس المقبض يعني المقبض لل M18 يركب على M17 M17 راح يركب على M18 وبالعكس هذا اللي حبيت نوع عليه ولم حسري على بعض الثلوقات ما بين مسدس M18 وال M17 أتمنى أني وصلت المعلومة وإيه السفسارات أو تعليقات تكتبوها في comment وإن شاء الله نتواصل معكم ونراكم في حلقات قادمة إن شاء الله موسيقى موسيقى موسيقى